اشتركوا في القناة في منهجيات الملاحظة واستكشاف الفرص وكنا احنا وقفنا كما تذكرون في الحصة السابعة كنا وقفنا على كيفية ودور التفكير التفاضلي والفضولية الهادفة تسميها في الحقيقة في الاستفادة من الملاحظة في الملاحظة يفترض أن نتعامل معها بفضولية هادفة وضربنا مثل على الجائحة فالجائحة يفترض أنها هزت عندنا فرضيات وهزت عندنا في الحقيقة الفصل الأمامي في الدماغ الفصل الأمامي هو الفصل الذي فيه التخطيل والتعليل والرابط وحل المشكلات والمهارة الاجتماعية والأخلاقية وصحيح أننا في اقتصاد للهام نركز على مفهوم الاقتصاد الاجتماعي أو المجتمعات بشكل عاماً يعني مو بس هدفنا الأفراد فإحنا لسنا تنمية بشرية نحن نركز على في الحقيقة تطوير المجتمعات تطوير البشرية بشكل عاماً فبالتالي والتنمية البشرية هو جزء من الموضوع فبالتالي دائماً نحاول ندرس ماذا يحدث في حق الإنسان ونفس الوقت نسوي مقارنة أو مقاربة له على مستوى المجتمعات فالهتزاز الفصل الأمامي كان اهتزاز لفرضيات خاصة لما تكون عندنا صدمة أو ملاحظة بطريقة صحيحة وبالتالي يؤدي إلى أن نحن يكون عندنا مسارات جديدة تعمل على التنشيط للنواة المتكئة وهذه طبعاً يجعل فيه أو ما يسمى مسارات مترابطة من منطقة إلى أخرى في داخل الدماغ وهذه تربط بين المخيخ والنواة المتكئة والفصل الأمامي وبالتالي تؤدي إلى تغيرات في الحقيقة في الوعي الإنسان في الأثر المستهدف من خلال هذه المشكلة ولذلك نرى الكثير من الناس حولوا مشاكلهم إلى إلى فرص وهذا ما صار لما صار عندهم تصور صحيح ومجرد من خلال الفصل الجداري لأن الفصل الجداري يلعب دور كبير في صناعة التصورات حق الإنسان وأيضاً يصنع الفصل القدالي الذي من خلاله أيضاً تصنع الافتراضات أو الفرضيات بشكل عام ولذلك نقول أن الملاحظة كلما كانت بفضولية عالية وكان الإنسان يحاول أن يعملها بتواضع بتحديد بتركيز كلما استطاع أن يصل إلى قيمة أفضل الملاحظة طبعاً همية الوقفات المتكررة من خلال الملاحظة أيضاً مهمة فإحنا دائماً نقول أن المجتمعات الأفراد الحكومات كلما وقفت وقفات كثيرة وراجعت نفسها كلما قدرت تطلع بملاحظات أفضل واستطاعت أن تتعامل مع المشكلات والتحديات الحالية والمستقبلية بطريقة أفضل وحولتها إلى فرص وبالتالي استطاعت أن تستشرف المستقبل بطريقة صحية يمكن يكون مؤهل لدور محدد حسب خبراته وحسب ما تراها عقليته الآن لكن حينما يقف وقفة صحيحة ويمر في تحديات أو فشل فيصبح أكثر التأهلاً في الحقيقة أن يتصور دوره بشكل آخر من جديد ويصبح أكثر متحرم من خبراته السابقة وعقليته السابقة وبالتالي يصبح أكثر مؤهلاً حينما يقف الوقفة اللي بعدها أن فعلاً يستفيد من القيم والممارسات والعمليات ويصبح ذات عقلية عندها قدرة أعلى على التنبؤ وقدرة أعلى على التعامل مع ما هو مستشرف من مشاكل بشكل كبير وهذا يؤدي إلى إذا نحتاج إلى هذا المفهوم يؤدي إلى أن نحتاج إلى عقلية ذات قدرة أعلى على التنبؤ ومن خلال الملاحظات نستطيع أن نتجاوز أن نحتاج أن يصدنا صدمات ولا وقفات ولا تحديات وأيضاً من خلال الملاحظات نستطيع أن أن نتغلب على المرة ثانية الشخصية التي هي محددة الخبرات فالملاحظة لها دور كبير في صناعة الفارغ عشان ندرك أنواع الفرص المجتمعية التي تأتي بها الملاحظات السليمة نحن علينا اليوم أن فعلاً نسعى إلى التجربة فالملاحظة عبارة مجموعة مترابطة من الملاحظات لو نقول ملاحظة نقصد فيها مجموعة مترابطة من الملاحظات والتي هي تدخلنا في منطقة الإلهام نحن عندنا مستوى نعيه وندركه وهذه المستوى ممكن أن تم في داخله عندنا إدراك لكننا ما نصل إلى مرحلة الإلهام متى نصل إلى مرحلة الإلهام حينما نتحدى أمكانياتنا الحقيقية ونستكشفها بطريقة سليمة حينما نستفيد من الفرص ونحاول نطبقها حينما نمر في التحدي نتجاوز الفشل نتجاوز التكرار بطريقة أو بأخرى بعدة مرات فنستطيع أن نصل إلى مرحلة الإلهام إذن الإلهام يحتاج إلى تحديات يحتاج إلى ملاحظات أول شيء وهذه الملاحظات تمر في تحديات تمر في فشل تمر في تجارب تمر في التكرار حتى نصل بها إلى مرحلة الإلهام مرحلة الوميض نحن نسميه الإنسايد الفارق في قدرة صناعة الأثر حسب نوع الملاحظة أن معظم الناس اليوم هما في الحقيقة أن ما يتوقعونه هو ما يحصنون عليه أو ما يحصنون عليه هو ما يتوقعونه ولذلك هذا يضع عفاء في الملاحظة لكن لاحظوا أن صناع الأثر أن ما يتوقعونه هو ما يصنعونه فبالتالي هو ما يعملون على ما يتوقعونه ويصنعونه من الآن من خلال الملاحظة فلذلك نقول أن القدرة على الاستلهام من الدروس والعبر بشكل صحيح هو اللي يخلينا يفرغ بين مدرستنا مدرسة الملهمين صناعة الأثر ومدرسة ما يحدث لي ما يحدث لي مثلا في الجائحة اليوم هو أنه لما نحصل عليه ما نتوقع هذا هو فبالتالي أحيز الملاحظة عندهم صغير لكن مدرسة صناعة الأثر الذين يستفيدون من الملاحظة القوية هو ما يحدث مني كيف أن أستفيد من الملاحظة وغيرها وفي الحقيقة ما أضيع عليه الفرص الضائعة فتكلفة الفرص الضائعة تكون أقل في حياتهم وبالتالي عندهم قدرة عالية على تعزيز النظرة الشمولية لها عندهم قدرة عالية على الملاحظة والتحليل الشامل قدرة على إدارة وتعزيز الاعتماد عن نفس قدرة على الاستكشاف والتطبيق قدرة على الاستنتاج بطريقة صحيحة وبالتالي عندهم في الحقيقة نوع من التأكيد على أن البرامج الحياة توضع بطريقة صحيحة عندهم قدرة على استكشاف مصادر الرزق نحن نتكلم على بشكل عام مصادر الرزق المتنوعة فبالتالي هم يعرفون أن مصادر مثل ما قلنا في مناطق يعيشون فقر ولكن عندهم مصادر الرزق لم يستكشفوها عندهم طاقات عندهم مهارات إنسانية عندهم أصول مجتمعية عندهم تعاون عندهم عندهم أصول طبيعية ولكن أصول بيئية ولكن لم يعني يستكشفوها فبالتالي قدرة الملاحظة تقوم وتقوى بسبب النظرة الشمولية عند الإنسان وعند المجتمعات لذلك نقولنا هناك في ممكنات في الحقيقة تميز أي ملاحظة الممكنات تبتدي بمستوى التواضع كلما كان زاد مستوى التواضع زاد الحيز للملاحظة أما إذا كان الإنسان عنده هنا في الدماغ ماله عنده بلوكج عنده نوع من الغمامة أنه أنا أعرف وينسى أحيانا فوق كل الذي علم عليه مهما وصل الإنسان هو في الحقيقة كلما زاد علمه زاد حجم ما يعرف ما يجهل وليس حجم ما يعرف من ما يعرف ولذلك الآية العظيمة أنه ما يخشى الله من عبادة العلماء يعني العلماء أكثر الناس خشية من رب العالمين لأنهم يعرفون بتواضع كبير حتى في المجال اللي يتخصون فيه حجم ما يجهلون وليس حجم ما يعرفون وبالتالي التواضع شيء أساسي لرسم الحيز كلما زاد توضعنا زاد حيز قدرتنا أن نستكشف الخرص ثم بعض هذا التواضع نستطيع أن نحدد المستهدف ماذا نريد أن نصنع ما هي الفرصة التي نستطيع رؤيته راح حظنا الفرصة ممكن تتحرك نستطيع أن نصور أن هذا كأنه هو المستطيل وهذا المستطيل يتحرك فوق وتحت بناء على قدرتنا على تحديد المستهدف وكلما حددنا مساء بطريقة صحية كلما نعكس في الحقيقة على احتياجات التعامل مع المشكلة وبالتالي زاد عندنا قدرتنا على التركيز أن هذا ينعكس على موضوع التركيز فالتركيز والتحديد يحدد لنا طبيعة المشكلة التي احنا سوف نعمل عليها بسبب الفرص التي بدنا نحددها بطريقة صحية فلاحظوك أن هذا الرسم ثلاثية الأبعاد تواضع ترسم لنا في الحقيقة نوع من الحيز الحيز السكوب يعني ثم يصر عندنا بعدين تحديد أفضل لحق الرؤية والفرص المتوفرة بسبب المشاكل والتحديات ثم بناء على الانعكاس لهذه الفرص نبدأ نحدد كأنه انعكاس مراية كأن نضع مراية هنا في النص فينعكس على طبيعة احتياجات المشكلة أو المشكلة التي سوف نعمل عليها وبالتالي ساعدنا على التركيز بطريقة أفضل فنبتدي نصنع التعلم والتعلم هو ما هو اللي عبارة عن اتزاز بالفرضيات في العقلية التي في داخل الدماغ داخل الدماغ كل مننا العقل وهو أداة فعل الدماغ لا نراه وأيضا العقلية التي تسيطر علينا وعلى حياة بشكل أكبر والليه مكونة من أربعة والعادات والسلوكيات وردود الأفعال فكل ما استطعنا أن نكون ذلك كل ما استطعنا أن نصل إلى مرحلة عمق الملاحظة وعمق الملاحظة ملاحظة في الحقيقة هي عمق الإحساس بالآخر أنت تعالج قضية بيئية أنت لازم تحس فيه في هذا القضية البيئية بشكل كبير وليس تنقل ملاحظات كباحث بس لا أنت تحس فيها طبيعي أن يحتاجك تكون متجارك كثير ما تستطيع ولكن لازم تحس يكون عندك إحساس كبير كأنك أنت تعاني هذه المشكلة وبالتالي هذه ما يسمى مستوى الأمبثي الإحساس بالآخر ثم هذا الإحساس بالآخر هو الذي سوف يجعل عندك نقاط من الوميض من الإحساس تشتعل في مناطق محددة في الدماء هي تقريبا نفس المناطق التي فيها مناطق الألم والإحساس بالمشكلة فعينما تحس بالآخر أنت تبدأ تقترب من منطقة المشكلة في الدماغ وبالتالي يساعدك على تحديد المشكلة بشكل أفضل إذن التشخيص البديهي ودور الملاحظة في التعامل مع المشكلات هاي ساعدنا إن نحدد المشكلة ونحاول ننشعل مصباح الضوء مثلا فنشوف إنه والله المصباح لا يضيء هذه الملاحظة الأولى ثم نصر عندنا تساؤل ما هو الفتيل أو مصباح الضوء يعني هل الفتيل مصباح الضوء احترق هاي التساؤل يصبح الفرضية فتيل مصباح الضوء محترق هاي صار حين عندنا فرضية ثم نأتي إلى مرحلات التنبؤ وما زلنا حين في مرحلات الملاحظة على مستويات إذا كنت تستبدل المصباح وأضاء فإنه سيتم التحقق من ذلك فمثلا نقول طيب إحنا إذن راح نستبدل المصباح فرضيتي إذا لم يضيء المصباح فإنه فرضيتي ستكون باطلة فأبتدي هنا أفكر بطريق مختلفة فأقوم أسوي التجربة باستبدال المصباح والنتيجة إن المصباح الجديد يضيء إذن الاستنتاج إن الفرضية التي وضعت لحل المشكلة صحية وهو إن المصباح لا يضيء وإنه هو بسبب الفتيل الذي في داخل المصباح لذلك نقول إن هناك في فرص تأتي من الملاحظة الدقيقة هذه الفرص ستأتي من خلال مرة ثانية تداخل المشكلة مع بعضها البعض مشكلة تكون هي سابقنا نسميها يعني عبارة عن تخصصات متداخلة مع بعضها البعض ممكن تكون هي بسبب مثلا جاية من المشاكل الاقتصادية مشاكل اجتماعية مشاكل فيسيولوجية مشاكل طبيعية فهذه نوع من المرة ثانية من الفرص التي تأتي من تداخل المشاكل في فرص تأتي من خارج المشكلة تأتي أيضا من خارج المشكلة من الأثار الاقتصادية الأثار النفسية الأثار الطبيعية الأثار الفيسيولوجية هي اللي تصنع فننتكلم حين على حالة مثلا ليش ارتفاع حالات الانتحار مثلا بعد الكوفيد أو الصحة النفسية في مشاكل الوايد في العالم فنبتدي نطالحها من عدة زوايا فيها فرص تأتي من خارج المشكلة في فرص تأتي من تداخل المشكلة مع بعضها البعض فكل عهالة نبتدي نطلع لها أنواع من الفرص ثم في فرص تأتي لما ننظر المشكلة من تحول المشكلة والله هي ترى بدأت المشكلة فزيكا لأنه في صح صحة الجسدية صار فيه مشكلة ناس مرضوا ثم تأثروا على آخرين أو ناس انفصلوا ونعزلوا على المجتمع فبالتالي سوت مشاكل فسيولوجية المشاكل فسيولوجية تحولت إلى مشاكل نفسية المشاكل نفسية تحولت إلى مشاكل أيضا اقتصادية وبالتالي عفوا هذا أدى إلى أن دخلنا في ما يسمى ترانس ديسبرري اللي هو تحول مشكلة من قطاع إلى آخر وبالتالي صارت مشكلة يعني معقدة أكثر بأكثر قد يكون أيضا في نوع من الفرص تأتي من تداخل مشاكل ذات تخصصات متعددة التخصصات نفسها فيها تخصصات أخرى وهذه تحقد المشكلة أكثر وأكثر وهذه بعدنا ممكن ننظر لها في قضية الكوفيد كان هو مثل جيد أو ما قضية الانتحار لأن مثلا درسنا الانتحار حجموه واحدة من الدراسات الحالة دراسة الانتحار في أحد الدول العربية وكيف أن الانتحار بعدين اكتشفنا أنه جاي من عدة مسببات من القلق المرضي الصح النفسي بشكل عام وكيف أن عدم التعامل في الوقت المناسب بتكنيكس معينة زود حالات الانتحار وخاصة في حالات الأزمات كما هي الأزمات للأسف الشديدة الموجودة في منطقتنا حروب وقتل وانقلابات وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي وغيرها من الأشياء إذا نحن نتكلم على مميزات أبحاث اقتصاد الهام في مرحلة العصر الجديد نتكلم على أن نحتاج إلى أن ما ننظر إلى المشكلة وأن هي لازم يكون فيها لها حلول لأن المشكلة التي يصنع منها الحلول والحل الذي يصنع من المشكلة من جديد هذه في الحقيقة تفكير رأسماني ننتقد هذه الطريقة من التفكير أو التفكير منطقي نسمي أما التفكير اقتصاد الإلهام مثلا نحن في الجائحة هذه واحد من كتبنا نحطينا بالعربة سوى بالانجليزي وما زلنا نحتاج انترجمة إلى العربية إن شاء الله وجدنا أن لما ننظر إلى المشكلة أنها تحتاج إلى حلول في القتصاد الاجتماع حلول لمشكلة معقدة حلول في الاكتفاء الذاتي حلول للصحة النفسية والجسدية بشكل عام وأنه يتفي بمتطلبين أساسيا اللي جات بهم الجائحة أو هددتهم الجائحة متطلب الحياة أن الإنسان يعيش ويعيش بصحة وكذا ومتطلب السعي للرصد لذلك كانت هذه هي مفهوم الحلول غير ومستكشفة اللي يميز الكتاب ميز انتشار الكتاب الحمد لله ومشاركة الكثير من الباحثين أكثر من تسعين باحث من دول العالم هو أن كل الأبحاث التي نشارناها معهم أو بالتعاون معهم هي أن المشكلة دخلها فرصة أو فرص فرصة أو عدة فرص وبالتالي هاي تفكير اقتصاد للهام أنه يتعامل مع المشكلات على أساس أنه يفرص وكيف أنها ستؤثر على السلوك الاقتصادي الإيجابي كيف أن نحن ممكن نصنع منها تعبئة مجتمعية جديدة نصنع منها تطور جديد متافور جديد حق المجتمعاتنا بشكل أو بآخر إذن نحن لذلك نقول أن حتى في أبحاث اقتصاد للهام السبب التمييز في الأبحاث هو في الحقيقة أن نحن صار عندنا إطار واضح للمشكلة مثل ما شرحت سابقة عندنا تغلبنا على القيود التقليدية وبالتالي استطعنا أن نصنع بيئة مبتكرة نصار عندنا أشخاص كثيرين يكتبون في مشكلة ما في مشكلة الصحة النفسية في مشكلة العناية القصوى في مشكلة المرة ثانية الأطفال والأمراض اللي صدتهم القلاق اللي عند الآبا كبار السن هكذا هاي كلها ساهم في أن نحن أن نضع قيم جديدة لعصر ما بعد كورونا بناء على عصر ما قبل كورونا نطلع بعمليات جديدة وهذا ما تميز في الكتاب أنه يستنتج في الحقيقة أن الموارد تحول إلى فرص وأن القيود تحول إلى فرضيات وأن العمليات تحول إلى سلوكيات والقيم طبعا تستمر ونرتقي بها عشان نطلع بترابط لأطراف المشكلة بطريقة صحيحة وهو عصر ما بعد كورونا إذن الحلول المبتكرة تأتي من خلال التمرن على التعاون مع التحديات عندما ننظر إلى التحديات بطريقة مختلفة وننظر إلى أن النتائج والأثر المرقوب من حل المشكلة هي عبارة عن مجموعة من الفرص فلا شك أن تفكيرنا نحن نسمي التفكير البطيء كتاب مشهور هو Fast and Slow Thinking تفكير البطيء يخليني أنظر إلى المشكلة لأن فيها فرص كثيرة وبالتالي ما نصر عندي ردات فعل أني بس أبوحل المشكلة مثل ما قلني ضربنا مثل على توسيع الشوارع توسيع الشوارع لني على مشكلة الإزدعام فبالتالي هنا نريد أن نفكر بطريقة مختلفة لا ننشغل في أسباب المشكلة ولكن ننشغل في الملاحظة التي تأتي بالفرص التي تأتي بها المشكلة لذلك لدينا مشاريع كثيرة في قرى كاملة نعمل على نفس المفهومة كيف ننحول هذه الفرص ما هي الفجوات الموجودة في هذه القرية التي ممكن نصنع منها عائد كيف نصنع عائد من الآبار بدل ما يكون الآبار فقط وقفية كما نرى عند المسلمين آبار ومساجد بشكل كبير كيف نحول الآبار إلى خدمة اجتماعية في المناطق الفقيرة بحيث أن هي تنشأ من حواليها مزارع وقرى الناس تعيش عليها بطريقة سليمة وترتقي في حياتها أتوقع أن أقف معكم أخواني وخواتي عند هذه المادة عشان نكمل إن شاء الله في الجلسة الأخيرة والحصة الأخيرة إن شاء الله شكرا لكم على حسن استماع ونراكم إن شاء الله على خير شكرا لكم شكرا لكم